بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيد ولد آدم وأحسن الناس خلقا وخلقا وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة الكرام سوف يكون موضوع درسنا اليوم بإذن الله تعالى عن حسن الخلق فالله سبحانه وتعالى شرع لعباده أنواعا من الطاعات والقربات وأمرنا بالامتتال والاتباع ومن أعظم هذه العبادات حسن الخلق فالتحلي بالصفات الحسنة لها اعتبار كبير في دين الله عز وجل حيث أن رب العالمين أمر بها وأرسل رسوله الكريم ليتمم مكارم الأخلاق ويوطد العلاقات الإنسانية بالمحبة وحسن التعامل مع الخلق وجعل من تحلى بهذه المكارم في أعلى الضرجات عند الله في الدنيا والآخرة فإذا كانت العلاقة بين الخالق والمخلوق تبنى على الإيمان والإخلاص واتباع الحق فإن علاقة المخلوقين فيما بينهم تبنى على أساس الأخلاق والسلوك والمعاملة فرسول الله صلى الله عليه وسلم هو المثل الأعلى في حسن الخلق فقد وسطه رب العزة بقوله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الناس وأحبهم إلى الله وأعلاهم درجة في الجنة من اتسم بهذه الأخلاق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا فحسن الخلق طريق يوصل إلى كمال الإيمان ويجعل صاحبه في عبادة دائمة يعادل درجة الصائم القائم ويدرك هذا الفضل وتوابه بخلقه وحسن الخلق سبب لرفع الدرجات وباب من أبواب الجنة فقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة قال تقوى الله وحسن الخلق وإذا نظرنا في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحال السلف الصالح في معاملاتهم وكريم أخلاقهم فقد وصلوا إلى القلوب وانتشرت أخلاقهم في بقاع العالم ودخل الناس في دين الله أفواج بحسن الخلق فحسن الخلق عرفه بعض أهل العلم وعن كيفية إدراك ثوابه فقد سئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن حسن الخلق فقال لا تغضب ولا تحتد وقال أيضا أن تتحمل ما يكون من الناس وقال ابن المبارك رحمه الله لما سئل عن كيفية التعامل وكيفية كثب هذا الخلق قال هو بسط الوجه وبذل المعروف وكف الأذى وإذا أرد المسلم أن يتحلى ويتحصل على هذه الأخلاق فلا بد عليه من وسائل تعينه على ذلك منها أن يدعو الله في كل وقت وحين أن يحسن خلقه تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا أن يتذكر الثواب والأجر وما أعده الله تعالى لأهل الخلق الحسن في الدارين أن يصاحب أهل الفضل والأخلاق الحسنة فيأخذ من صفاتهم وأفعالهم وكما يقال الصاحب ساحب أن يمرن نفسه على التحلي بالأخلاق والصبر على أدى الناس وأن يبتعد عن قبيح الأعمال وأن يقرأ ويسمع سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتأمل في مواقفه الرائعة في تعامله مع الناس أن يكف لسانه عن أعراض الناس ويساعد المحتاج ويدخل السعادة في قلوب العباد ويقضي حاجاتهم ويسعى في الإصلاح بينهم فحسن الخلق استقامة في الدين وبشاشة ولي وعفو مع إحسان وكرم في عطاء وكلمة طيبة وإحسان إلى الغير وأختم بدعاء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر منه في كل وقت وحين اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه آمين والحمد لله رب العالمين